موسيقى السلام عليكم أيها المشاهدون الأجلاء نسعد كثيرا بليقائكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أيها المشاهدون الفضلاء حلقتنا في هذه الليلة موضوعها يتمحور في قضية مهمة من القضايا التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها إنها الصدقة الصدقة وثوابها لثوابها أجر عظيم الصدقة وثوابها أجر فخيم النبي عليه الصلاة والسلام كم حثنا على الصدقة نحصن أموالنا بالصدقات نحصن تياراتنا بالصدقات لا نبخل على الناس حتى ولو بالشيء اليسير حتى ولو بالشيء القليل لأننا عندما نتصدق فإنما نحس بما يعانيه الفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين والمحتاجين الذين لا يملكون شيئا قال الله عز وجل ليس البر وفي قراءة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا هو البر فعل البر وفعل الخير يتيسد في أداء الصدقة لمن يستحقها الصدقة هي العطية لأجل الله سبحانه وتعالى المثوبة تريد وجهها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وسميت الصدقة صدقة لأنها تؤدى بصدق لأن صدق العبودية يتجلى في أداء الصدقة صدق وصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق لعبوديتنا لله سبحانه وتعالى فسميت الصدقة صدقة الله عز وجل ماذا يقول يمحق الله الرباء ويربو الصدقات والله لا يحبه لكفار أثيم الله عز وجل ماذا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما الله عز وجل ماذا يقول يقول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يعزنون الله عز وجل يقول وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهو خير الرازقين لا تتوقع أنك عندما تتصدق لن يعطيك الله شيئا يخلفه الله لك في الدنيا ويخلف الله لك في الآخرة إذا أعطيت صدقة لأي إنسان لا تمن عليه ولا تؤذى بصدقتك كمثل جنة بربوة أصابها وابر فآتت أكلها ضعفين مثل الذين ينفيقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ثوابها عظيم ثوابها فخيم هذا لا تتصدق بشيء إلا بشيء تحبه أما الشيء الزائد عندك فعندما تعطيه الناس فلا تعد صدقة كاملة قال الله عز وجل في هذا المضمون وفي هذا الاتجاه لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما قال مما تكرهون أو مما هو زائد عندكم تصدق على الفقير بما تحبه أنت تصدق للمسكين بما أنت تحبه أنت هكذا تظهر صدق العبودية هكذا أنت تظهر صدق العبودية لله سبحانه وتعالى تحظوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول من تصدق بشطر تمره أو من تصدق بعشر تمره ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله عز وجل يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصيرك الجبل تصدقت بشطر ليس بتمرة كاملة بنصف تمره بشطر تمره يربيها لك الله سبحانه وتعالى يربيها لك الله سبحانه وتعالى ويجعلها تكبر وتكبر كما يربي أحدكم فلوه أي مهرخ الصغير سمي بذلك لأنه يفل عن أمه وينفصل عنها يكبر ويكبر حتى تصير هذه الصدقة كالجبل العظيم لهذا يقول يحيى بن معاذ عليه رحمة الله لا أعرف حبة تزن جبال الدنيا كالحبة من الصدقة حبة من الصدقة إذا أخرجتها وأنت صادق ونيتك صادقة تزن جبال الدنيا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يقول في هؤلاء أحد هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه سبعة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا الرجل المتصدق الذي يتصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه صدقة السر كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء هكذا الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق بنفس طيبة يتصدق بنفس مؤمنة يتصدق بنية صالحة ماذا أنت تكسب من الأموال التي عندك في هذه الدنيا ماذا أنت ناوي أن تعمل فيها ماذا ناوي أنت أن تعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد يقول مالي مالي أي أحب مالي وما له من ماله إلا إحدى ثلاث ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى وما أعطى فأقنى وفي رواية فأبقى كل ذلك ذاهب وسيتركه للناس ولا يبقى إلا سوى الصدقة مالي مالي كثير من الناس اليوم يحبون الأموال بخلا لا يتصدقون ما لهم من مالهم سوى ثلاث ما تصدق ما أكل فأثنى وما لبس فأبلى وما أعطى فأقنى وما عذا ذلك فهو ذاهب وسيتركه للناس وستبقى الصدقة وحدها هي المنفردة في الأموال الطائلة في هذه الأموال كلها حتى لو لم يكن عندك شيء حتى ولو بشربتي ما تصدق حتى ولو بعدلي تمر تصدق يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدا سيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينها ترجمان فيرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فلا يرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فيرى أمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره قد يقول أحدكم أنا لا أملك شيئا حتى أتصدق به ما عندي شيء حتى أتصدق به تصدق بتمره ليس بتمرة كاملة ولو بشطر تمره ولو بنصف تمره اتقوا النار ولو بشق تمرح لاحظوا هذا الرجل الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام درهم سباق مئات ألف درهم درهم واحد سباق مئات ألف درهم قالوا وكيف ذاك يا رسول الله قال نعم هذا الرجل عنده مئات ألف درهم فأخذها كلها وتصدق بها ورجل عنده درهمان فتصدق بدرهم وأبقى درهما عنده فهذا الدرهم الذي يملك هذا الإنسان اللي يملك كل درهمين قال هذا الدرهم سباق مئات ألف درهم فواضبوا على الصدقة وتصدقوا بأي مال عندكم حتى تكبر أموالكم وتحصنوها من أي شيء ربما يلحق بها في أيام قابلة فاصل قصير يسير انتظرونا بارك الله فيكم لا تبتعدوا عنا جزاكم الله كل خير اشتركوا في القناة حياكم الله أيها المشاهدون الأجلة عدنا عليكم مرة أخرى كنا قبل الفاصل نتكلم عن هذا الرجل الذي لا يملك إلا درهمين يقول عنه عليه الصلاة والسلام درهم سبق مئات ألف درهم قالوا كيف ذاك يا رسول الله قال رجل يملك مئات درهم فأخذه من عرضه وتصدق به بها كلها ورجل لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم وأبقى درهما عنده فهذا الدرهم سبق مئات ألف درهم هذه هي الصدقة ولو بالشيء اليسير ولو بالشيء القليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها هكذا أهل القبور يستضلون في ظل صدقاتهم يوم القيامة أهل القبور يوم القيامة ليس معهم شيء إلا أنهم يتصدقون بالصدقات هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كل الأعمال تباهت أي تفاخرت إلا الصدقة فقالت أنا أفضلكن كل الأعمال تباهت إلا الصدقة فقالت أنا أفضلكن هذا أعظم الصدقة أن تتصدق في أوقات الفضيلة في الأوقات المباركة ومنها رمضان قال عليه الصلاة قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل فقال عليه الصلاة والسلام صدقة في رمضان الصدقة في رمضان أجرها مضاعف وثوابها مضاعف كم من الناس اليوم ورمضان ربما هم في رمضان ويعيشون في رمضان وهم محتاجون لا يملكون شيئا وكما تعرفون أن رمضان طلباته كثيرة تحسس الفقراء تحسس اليتامة تحسس المعوزين تحسس الأرامل تحسس المحتاجين هم الذين يحتاجون إلى هذه الأموال يسيرة بسيطة لا تساوي شيء فيما يملكه الملايين بعض الناس يملكون ملايين ولكنهم بخل في الصدقة وبخل في الأنفاق بهذه الصدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسقين هذا أبو طلحة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الآية المباركة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن أفضل ما أملك عندي وما أحبه هي بيرحة بستان في نخيل وفي ما عذب جميل طيب قال فمرني يا رسول الله أين أنفق وأين أتصدق به فقال عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام الجميل الطيب من أبي طلحة قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن يا أبا طلحة إنه مال رابح بخن بخن يا أبا طلحة إنه مال رابح فمرني يا رسول الله أين أتصدق به أين أنفقه فقال عليه الصلاة والسلام انفقه في أرحامك وفي أقاربك هذه الصدقة وهذه ثوابها وهذا هو الشخص الذي في يوم من الأيام كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأتصدقن الليلة بصدقة قال فوقعت صدقته على سارق قال فتحدث الناس فيما بينهم تصدق اليوم على سارق فقال ربي لك الحمد تصدقت على سارق في اليوم الثاني قال لأتصدقن الليلة قال فتصدق فوقعت صدقته على زانية على بغية فتحدث الناس فيما بينهم قالوا اليوم تصدق على زانية فقال هذا الرجل اللهم ربي لك الحمد تصدقت على زانية قال لأتصدقن الليلة الأخرى فتصدق وقع صدقته على غني فتحدث الناس تصدق اليوم على غني فقال ربي لك الحمد تصدقت على غني فجاءه بعضهم فجاءه أحدهم قال لا لا تقول هكذا الصدقة مفيدة ومهمة قال أما الصدقة على السارق فلعله فلعله يقتلع من سارقته بسبب هذه الصدقة التي أعطيته إياه لعله ينتهي عن السارقة وأما هذه الزانية التي أعطيتها صدقتك فلعلها أن تستعفة وتنتهي عن الزنا وأما هذا الغني الذي أعطيته صدقتك صدقتك فربما يعتبر ويدكر ويتصدق بسبب هذه الصدقة التي أنت أعطيتها إياه فالصدقة مفيدة في كل الأحوال مهمة جدا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعا عنده أمهات المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أينا لحاقا بك قال أطولكنا يدا أينا لحاقا بك يا رسول الله قال أطولكنا يدا فقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها فأخذنا قصبة نذرع بها أيدينا فوجدنا سودة بنت زمع أطولنا يدا لكن بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام أول من تقلت إلى جواي ربها زينب رضي الله عنها وأرضاها فزينب قالت كانت تحب الصدقة فأدركنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بأطول كنا يدا أي أكثر كنا حبا للصدقة فكانت أول لحاقا بناء بعد أن مات عليه الصلاة والسلام لا تبخل بصدقتك على أي إنسان كان ولو بشيء يسير ولو بشيء بسيط الصدقة الصدقة جزاؤها عظيم وثوابها فخيم في الدنيا وفي الآخرة جاء في حديث ابن عباس كما في سنن بن ماجة والترمذي ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام كان فيما قبلكم امرأة تأكل في بيتها فجاءها رجل معدم فقير وضعت اللقمة في فيها فدك هذا الرجل طالبا أكلا لأنه جائع فأخرجت هذه المرأة اللقمة اللقمة من فيها وأعطف هذا الرجل ومرت الأيام ومرت السنون والأعوام فإذا بهذه المرأة تتزوج وتلد طفلا صغيرا عندما كانت في يوم من الأيام جالسة في إحدى المزارع فإذا بذئب جاء وأخذ هذا الطفل بفمه وهرب جاءت هذه المرأة تريد أن تأخذ طفلها فلم تجده تصاحت طفلي طفلي ابني ابني فأنزل الله عز وجل ملكا من السماء فأمر أن يأخذ هذا الطفل من ثم الذئب قال اذهب إلى هذه المرأة وقل لها السلام يقرئك السلام السلام يقرئك السلام ويقول لك لقمة بلقمة سبحان الله يقول لك لقمة بلقمة هذه اللقمة التي أخرجتها من فمك لكي تعطيها تعطيها هذا المسكين والمحتاج أعطيك لقمة أخرى ولكنها لكنها طفلك أخريته من فم الذئب وأعطيته إياك جزاء ما فعلته مع هذا المسكين ومع هذا المعوز الذي كان يحتاج إلى الصدقة هذا الأصل هذا الأصل في الصدقات والمبرات انظر إلى المحتاجين انظر إلى المعوزين انظر إلى اليتامة انظر إلى الأرامل لكن تصدق بشرط أن تنظر إلى أقربائك المحتاجين أولا الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب الكاشح ثنتان صلة وصدقة تحسس أقاربك المحتاجين الذين يملكون شيئا استغرأ من بعض هؤلاء المتصدقين يتصدقون على أناس بعداء ليسوا قريبين ربما لا يحتاجون من الأموال كالذي يحتاجه أقاربهم الأقارب يحتاجون أكثر فلا ينظرون إلى أقاربهم وينظرون إلى أبعد منهم قريبك الأقربون أولى بالمعروف فقريبك الذي يحتاج إلى الصدقة بادر إليه بصدقتك وتصدق عليه كيف أنت تتصدق على البعيد المحتاج وقريبك المحتاج لا تتصدق عليه البعيد المحتاج تصدق عليه لكن أولا انظر إلى القريب المحتاج بعد أن تفرغ من أقاربك المحتاجين انظر إلى البعيد المحتاج حتى تتصدق وتعم صدقتك على الناس أيضا من عذاب الصدقة أن تخفيها ولا ترأي بها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الذين أنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا بدأ بالسر صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر لا تجعل صدقتك تجعلها مشاع بين الناس تذيعها بين الناس تفتخر بها أمام الناس لا لا ترأي بصدقتك أمام الناس أبدا ثم ماذا بعد ذلك إذا أنت تصدقت لا تبطل صدقتك بالمن كلما رأيت فقيرا من الفقراء تقول له أنا تصدقت عليك في يوم من اليم هذا لا يجوز رأيت محتاجا تصدقت عليه قبل سنوات تقول له أتذكر قبل سنوات أنا تصدقت عليك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى تؤذي الناس بصدقتك تمنع على الناس بصدقتك هذه أذاب الصدقة يجب علينا أن نتعامل بها فيما بيننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من المتصدقين بأموالنا بنفس طيبة بنفس نقية بنفس طاهرة حتى يثيبنا الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم نكتفي بهذا القدر على أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق وبنفع وإنصاف وقلب لين اشتركوا في القناة